الجزائر كالعادة كما موقفها دائما إلى جانب فلسطين ظالمة أو مظلومة هذه هي الجزائر نفسها الثوري والمناخ الإيجابي لدى الشعب الجزائري بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دائما تقدم لفلسطين كل ما تملك من الجانب المعنوي والجانب المدي وهذا يدفعنا دائما التمسك بحقوقنا الفلسطينية غير قابلة للتصرف من هنا حينما نأتي لنتبارك بزيارة الأخ الكبير صالح فوجير رئيس مجلس الأمة وفعلا من أجل أن نأخذ معنويات تساعدنا وتشجعنا الاستمرار في العملية النضالية والكفاحية الفلسطينية لتحرير فلسطين